هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء الليلة الماضية أكثر من مليون ومائة وستة وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثاني من التطعيم مليون ومائة واربعة وعشرين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف شخص كان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قد أكد أن الدراسات والمؤشرات الوطنية كشفت فعاليات الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا مشيرا إلى أهمية الجرعة المنشطة في رفع الاستجابة المناعية للجسم